السلام عليكم بهذا المقطع يا شباب راح نفرر بارتفاك الشخصية سكارا او سايكرو مونش وهذا فريق يا شباب يعني فريق متواضع فنبدأ على السريع ونشوف حضنة وهي اول مرة وبالنسبة يا شباب الاشخاص اللي عايشين بالاعراق وحابين يشترون حساب بقين شرينباكت او بيعون حساب بقين شرينباكت او يشحنون باللعبة فراح خليكم رابط متجري بقين شرينباكت صفحتهم بالنستي جواب الوصف واي دعم يا شباب يصير للمتجر هو دعم الي فايا استمتعوا بالمقطع دعم يا شباب احسن انشوف حضنة انشاء الله تطلع عني قطع حلوة .. و هذا هو صديقي في 4 حالا ا overweight نهاي نغير الجيد لان نفسك ..ینه صعقة مع شع oppressed ، فنجعل ايك اللي قوي ونبدأ نسحل بهم و شكراكم بالمرة الثانية على 8000 متابع الصراحة كان رحلة طويلة لحد ما وصلنا لها نطورنا شوي ب7000 يعني السبب يرجع اكيد لي لانني خلال هالفترة يا شباب الراحت او كم شهر الراحت ما كنت انزل بشكل مستمر واغلبية احيان بالشهر احتمال ننزل خمس مقاطع او اقل او اكثر ممكن وقع الشهر يعني الصراحة قل بها تنزيل كلش لكن السبب اكيد الرئيس هو سبب دراسي يعني اكيد مو مشكلة تعاجز او انا مثلا مليت من اللعبة او انا مثلا مليت من المحتوى نفس بعض اليوتيوبر لا صراحة هانو باليوتيوب صال لسنوات صال لكثر من السبع سنوات باليوتيوب وما من لان لحد هسير فاشكرونكم على الدعان ان شاء الله هدفنا الجاي هو العشرة الاف وان شاء الله احتمال اكون مسابق قريبة فانتظرو يه خلونا يكمل الدنجل اوكي يا شباب يلا نشوف عضنا قل بسم الله يا شباب قطعه رهيبه اا لا حرامات الزبالة يلا نروح الثاني مرة ان شاء الله هاللمرة يا شباب تطلع عنا قطع رهيبه السايك رموش ايضا اكتبوله يا شباب هل يتعذبته ب هذا الدنجل نفس الدنجل الكرمزون او صراحة يعني حد الدنجينات الان اتعذبت بيها ببداية اللعبة يعني حرفيا ممكن صارف بيها بالعشرة الاف رايزنج او اكثر ممكن يعني اشهر انا فرم لها وما طلعت لولا قطعة رهيبة هو دنجين النوبلس صراحة ما ادري اللي بداية اللعبة ما كان عدنا سالفة تحويل القطع الارتفاك الذهبية وهي الشغلات فكان لازم تجيبهن فصراحة تعذبتي بوقتها بالنوبلس يعني تقريبا يا شباب عشرة الاف رايزن وحرفيا والله يا شباب ما طلعت لولا قطعة حلوة يعني انا ما شايف حظ اسوأ من حظر بالنوبلس فكتبوا لي يا شباب هل يتعذبتوا ايا هذا الدنجين او لا او يعني كان عندكم مسطورة طلعت لكم القطع اللي تريدوها ايه نكمل الدنجين او كي اشواب يلا ها ان مره سالسه يارب او كي اشواب يلا ها ان مره سالسه يارب يا رب قطع رهيبة صراحة او زبالة صراحة يا شباب اعني عندي مجموعة من القطع الرهيبة لكن المشكلة انو هذين القطع كلهن اعني صراحة بعدني يعني الشخصية ما تفيدها لازم ابني اسكار او شيء ومشكلة هي موارد تطوير سايكرو مش ما مجمحها ابد وصراحة يا شباب اكوردس السؤال بالنسبة لاشخاص يعني تدرون انا بفترة اخيرة شوية ما امتعد عن اللعبة فمو كليش عدي اتصالوا هي اللعبة فقالت لكم مكتبول يا شباب يعني باحد المقاطع الشورتين شرتها قلت علي شخصية سكارا او وندرر قلت اسمها سايكرو مش وهاي انا متعود اقوله من بداية اللعبة التحديث واحد بوينت واحد اللي طلع بي اول مرة باليفنت مات مونة اللي يذكره صراحة كان افنت حلو قصة بي حلوة ونحن شوية وية في شيرو مونة تسكشف نوهاي فمتطلع عن هو يعني كان اسمه سايكرو مش من اللعبة فهلان يا شباب ماد اللي قيت من قلت هذا الاسم اللي قيت مجموعة من اشخاص كانوا يعني خاللين اموجيات ضحكة او يعني كاتبين سكارا او هدشي علامة السيفان اه سايكرو مش علامة السيفان فكتبولي يا شباب هل هاي الشخصية اسمها سايكرو مش او اني مثلا مشتبيه وهي مو اسمها سايكرو مش فاتمنى تجاوبوني على هذا السؤال تجاوب التعليقات ويه اعتقد المفروض ها سراح نخلص الدنجين او كي يا شباب يلا نشوف حالنا لمرة الاخيرة يارب يطلع عنا شي حلو طبعا انا ما فرمت هواي هسا قليكم سب او كي قطعة زبالة وهسا نبدي نطور يا شباب الارتفاكت اللي طلعت انا واول قطعة اكي دي هاي القطعة الرهيبة يارب يارب تطور يا شباب تطور رهيب فنبدي نطورها الليفل ثلاثة دور اه شوف الاربع عشر راح يطلع عنا او شيت او شيت والله ما تبشر بخير يا رب او شيت والله هالقطعة ما تبشر بخير فين مرتين اتاك يا رب يا رب هاي المرت او جد خمس مرات او شيت بس حلو او شيت والله صديون يا شباب بعد ما تستاهل نطورها نروح نشوف النا قطعة ثانية اوكي يا شباب هاي القطعة الرهيبة تستاهل نطورها فنيجي اول شي نستعمل هاي القطعة قبل شوي طورناها نستعمل هاي كمادة للتطوير واشوف يا رب يا رب اطلع عنا تطويرات رهيبة اوو والله صدقون والله صدقون يا شباب طورت تطويرات رهيبة يعني هاي القطعة اتاك مات فصراحة رهيبة هل سنطورها يا شباب على السريع لفل عشرين اوكي يا شباب يلا يا رب يا رب تطوير وووو ديم عشرين كرو دمج والله صراحة القطعة اسطورية يا شباب هسا نجي اا اا نطيها اا الويندورر اعدر القطعة ممكن مو افضل شيء السيت لانه صراحة لحد ما اه شفت افضل ست الاسكارا. فراح اجرب اياه كم ست عنه واندو اشوف يا هو افضل واحد. ايلي. في اوكي يا شباب. اتمنى اعجبكم المقطع. وراح تلقون يا شباب رابط اه المتجري. واللي هو المتجري العراق. بس الاشخاص اللي موجودين بالعراق راح تلقوني جوة بالوصف. لا حاب تشتري او تبيح حساب او تشحن تقدر ترسلهم على الانستة. وايام عمل المتجر يا شباب هي بس الثلاثة والجمعة. اه وكيد الى تدعم المتجر كأنما قاعد تدعم نائلية بشكل مباشر. وشكرا على دعمكم يا شباب وياي بالفترة الاخيرة. وياه شوفتم مقطع جاي.